بعد تحقيق موسكو لنصف هدفها المعلن في أوكرانيا تحرير منطقة دونباس بأكملها متمثلا في لوغانسك تكتف الروسيا جهودها الآن للتقدم في النصف الثاني منطقة دونياتسك التي تواصل قصفها بوتيرة كبيرة أما القوات الأوكرانية فتستعد من جانبها لشن هجوم مضاد سعيا لاستعادة خيرسون الاستراتيجية في الجنوب يكتف الجيش الروسي مشاهدين هجومه إذن على مدينة سلوفيانسك النقطة المحورية الجديدة في معركة السيطرة على منطقة شرق دونباس السيطرة على المدينة لها أهمية استراتيجية في هذا الصراع وفي حال اجتياح القوات الروسية لسلوفيانسك ستضيق الحصارة على القوات الأوكرانية في دونياتسك وتضيق نطاق الدعم العسكري القادم من خاركيف وتشويف أما في حال أعاقة القوات الأوكرانية الهجوم الروسي سيمثل الأمر ضربة قوية لطموحات روسيا للسيطرة على منطقة دونياتسك تم توجيه ضربة بأسلحة عالية الدقة إلى قاعدة مؤقتة للمدفعية الأوكرانية ومخزن ذخيرة يقع في مصنع للسيراميك في سلوفيانسك قتل نحو مئة جندي وتم تدمير أكثر من ألف قذيفة لمدافع هاوتزر المصنوعة في الولايات المتحدة وحوالي سبعمائة صاروخ لمنصات إطلاق سواريخ جراد المتعددة أما أوكرانيا فتستعد لجبهة جديدة حيث طالبت سكان خيرسون وزابوروجيا بإخلاء المدينتين بشكل عاجل استعدادا لشن هجوم مضاد لاستعادتهما تمثل خيرسون بوابة لشبه جزيرة القرم وهي العاصمة الإقليمية الوحيدة التي تمكنت روسيا من الاستيلاء عليها منذ بدء الحرب خيرسون تقع هنا مشاهدين على نهر دينيبرو الذي يصب في البحر الأسود الذي ترى موسكو في السيطرة على موانئه أهمية استراتيجية للسيطرة على المسطح المائي الذي يوفر طريقا تجاريا اقتصاديا مهما إلى البحر الأبيض المتوسط كما يمكن اعتبارها منطقة أمنية عازلة من أي تهديدات قد تنشأ في جنوبها سياسيا يتزامن الهجوم الأوكراني بإعلان إدارة خيرسون الموالية لموسكو الاستعداد لإجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا هذه التطورات تتزامن مع استلام وزارة الدفاع الأوكرانية لشحنة أسلحة بريطانية بدأت في نشرها في خيرسون جنوبا وبخمت شرقا if you want to موسيقى